موسيقى أهلا بكم إلى المشهدية وفي مشاهدها تسخين مستمر على جبهة جنوب لبنان عمليات مكثفة للمقاومة تلاقي حفلة تهديدات إسرائيلية بحضور مايكل كوريلا لماذا تستحذر تل أبيب وواشنطن رسائل التهديد أوكرانيا توسع حربها على موسكو جوا في ظل خسائر ميدانية متتالية أي تغيير في مسار الحرب مواصي خان يونس مسرحا لأبشع مجازر الاحتلال عائلات بأكملها دفنت تحت الرمال في جوف الليل هل تبدد الأمل بالمحاسبة القانونية وفي مشهديتنا أيضا وجدان وضمير ترسو في ميناء حيدر باشا التركي الوجهة غزة لكن القيودة كثيرة كيف يخطط الناشطون لتجاوزها مايكل كوريلا في الشمال الجنرال الذي يترأس القيادة المركزية الأمريكية حضر إلى مقر القيادة الشمالية الإسرائيلية في صفد مشاهد كثيرة وزعت في الإعلام للقاءاته مع كبار مسؤول جيش الاحتلال الهدف هو بحث الاستعدادات لاحتمال اندلاع حملة شاملة وواسعة في الشمال زيارة قائد سنتكوم تزامنت مع سلسلة تهديدات للبنان تناوب عليها رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمينة تنياهو وخصمه في المعارضة بني جانس التهديد خبرته هذه الجبهة كثيرا هنا تقرير لقناة كان الإسرائيلية يعدد المرات التي أعلن فيها مسؤول الاحتلال أنهم أنهوا الاستعدادات لعمل عسكري ضد لبنان فهل تتجاوز تلعب أبيب هذه المرة حدود التهديد يسخر معلق إسرائيلي وأي تغييرات يفرضها حضور مايكل كوريلا في صفد بعد عقم التحركات الدبلوماسية الأمريكية في بيروت بالتوازي أيضا مع تحذيرات روسية متتالية عن حرب إقليمية قد يشتعل فتيلها لكن صخب التهديد لا يعله فوق صوت صفارات الإندار رشقات صاروخية مكثفة ومسيرات تحكم الصورة في الجليل المحتل مع تكثيف المقاومة الإسلامية عملياتها ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي ومستوطناته أحد عشر شهرا ويزيد على حرب بدأت من جحر الديك في غزة وامتدت إلى سبع ساحات بحسب رئيس مجلس الأمن القومي سابقا في كيان الاحتلال غيرا آيلاند والنتيجة يقول الرجل يقول إن الحفرة الاستراتيجية تتعمق أمام هذه المشهدية اليوم سنطرح سؤالين اثنين أولا ماذا خلف تسارع وتيرة النار وتكرر خطاب التهديد في جبهة جنوب لبنان ثانيا أي رسائل يضمرها حضور مايكل كوريلا في الشمال استعداداته لدرء الحرب أم لتوفير غطاء إلاها نجيب عن هذين السؤالين وأسئلة أكثر مع ضيف المشهد الساخل لهذه الليلة معنا الدكتور محمد هلسة الخبير بالشؤون الإسرائيلية من القدس المحتلة نرحب بك معنا دكتور مايكل كوريلا في الشمال ماذا يفهم من هذه الزيارة ماذا يخطط أو على ماذا الطلع مساء الخير لك أولا أولا المتحدة لم تغادر المنطقة منذ هذه المواجهة حتى اللحظة لم تغادرها عبر موفديها ووسطاءها ولم تغادرها عسكريا أساطيلها ما زالت ترسو في المنطقة وضمان أمن إسرائيل هو أولوية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة هذا الحضور الأمريكي هذه المرة يأتي في سياق انسداد الأفق سياسيا في مشهد المفاوضات التي كانت الولايات المتحدة تعول على أن انفراجة فيه قد تفضي إلى انفراجة أخرى في مسارات مختلفة هذا اليمين الإسرائيلي اعتبارات أخرى وخطط استراتيجية أخرى يريد فرضها على المشهد ويريد فرضها أيضا على الولايات المتحدة التصريحات التي تصدر من قيادات سياسية وعسكرية إسرائيلية تشي بأن الأمور اليوم ذاهبة إلى مزيد من التصعيد في شمال فلسطين المحتلة ذهاب إسرائيل إلى هذا المنحنى ربما يأتي الاعتبارات أولها أن الحرب في غزة وصلت إلى استنفاذ أهدافها ولم يعد بإمكان نتنياهو أن يسوقها على أنها تحقق مزيد من الإنجازات جبهة الضفة الغربية اجتاحها ويعمل فيها قتلا وتخريبا وتدميرا يريد وفق رؤية اليمين اليوم أن يستغل الظروف المواتية إقليميا وهذا الغطاء التي تمنحه له الولايات المتحدة لمحاولة دفع ما يسميه أدى المقاومة في الشمال عن مستوطنات الشمال وعن إسرائيل بشكل كامل وعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن الأثمان التي يدفعها المجتمع الصهيوني عسكريا ومشريا واقتصاديا في شمال فلسطين المحتلة لا تقل ضلاوة عن تلك التي يدفعها في جنوب فلسطين المحتلة لذلك هناك جملة من الاعتبارات ربما تذهب فيها إسرائيل لمغامرة لكن بالتأكيد تأخذ في إسرائيل في عين الاعتبار أن مغامرة كهذه ليست كمغامرة دخول الضفة الغربية أو غزة مع كل الأثمان التي دفعتها هناك العواقب هنا البشرية أكثر الاقتصادية أكثر الارتدادات والعواقب الدولية أكثر ولا أعتقد بأن إسرائيل قد تذهب إلى مثل هذه المغامرة لاعتبارات تحديدا تخص الداخل الإسرائيلي الأثمان الكبيرة التي قد تفعلها هي التي تمنع إسرائيل لكن مايكل كوريلا الآن موجود في شمال فلسطين المحتلة والحديث في الإعلام الإسرائيلي أنه اطلع على خطط وعلى الإعداد وما إلى آخره فيما يخص التصعيد في ما يتعلق بجفة الشمال والسؤال الذهاب إلى خيار التصعيد هذا سوف لن يكون قرارا إسرائيليا منفردا سيأتي بغطاء من واشنطن هل هذا ممكن في ظل موسم انتخابي معقد؟ هو ممكن لأن هناك موسم انتخابي في داخل الولايات المتحدة بمعنى أن الولايات المتحدة تفقد أرادتها أمام شهوة إشعال النار الإسرائيلية لا تستطيع كبح جمع نتنياهو إذا كانت الولايات المتحدة تعجز عن جر نتنياهو إلى مسار تفاوضي يخفف عنها وطأة الأثمان الكبيرة التي تتكلفها على صورتها وفي الداخل الأمريكي لا أعتقد بأن الولايات المتحدة قادرة على أن تقف صد أمام هذا الاندفاع الجنوني للمين الإسرائيلي نتنياهو نأخذ فعين الاعتبار بأن إسرائيل ترى في الظروف والمناخات التي خلقتها الحرب فرصة مواتية لاستعادة الغلبة بالتفوق هي ترى بأن الأمور إذا وقفت عند هذه النقطة نسمع تصريحات من قيادات كثيرة تقول بأن الأمر متروك لحزب الله وبأنه إذا انتهت المواجهة هي مستعدة أن تنهي المواجهة لكن واقع الأمر بأن هناك اعتبارات داخلية إسرائيلية تقول بأنه إذا وقفت الأمور عند هذه النقطة حزب الله سجل نصرا مدويا على إسرائيل استطاع خلال أكثر من 11 شهرا أن يستنزف إسرائيل بشريا واقتصاديا ويدفعها مجموعة من الأثمان ووقفت عاجزة أمام هذا السقف الذي رسمه في إطار المواجهة وهي ترى بأن حزب الله وفق رؤيتها قد يعود إلى ما فعلته حماس في 7 أكتوبر من احتلال أو دخول مستوطنات الشمال والسيطرة عليها وهذا التهديد لا تستطيع إسرائيل السياسية والعسكرية وكمجتمع أن تتعايش معه لذلك هناك دعوات يستثمر الحضور الأمريكي السياسي والحضور الأمريكي العسكري لمصلحة التغلب على هذه المواضلة الاستراتيقية دكتور الحضور السياسي شاهدناه منذ بداية 7 أكتوبر حتى العسكري لكن الانخراط المباشر الأمريكي في معركة على صعيد الإقليم هذا ما كانت تقول عنه واشنطن لا تريد أن تراه إذا كان هناك أي تصعيد إسرائيلي في شمال فلسطين المحتلة فالحرب الإقليمية على مرمى حجرة ليس كذلك؟ وهل هذا في مصلحة الولايات المتحدة؟ ألم تقول الولايات المتحدة بأنها لا تريد دخولا بريا إسرائيلا لقطاع غزة؟ ألم تقول الولايات المتحدة أنها لا تريد دخولا إلى رفح؟ ألم تقول الولايات المتحدة أنها ضد احتلال معبر فلدلفي؟ ألا تقول الولايات المتحدة اليوم بأنها ضد التواجد العسكري الإسرائيلي في محور فلدلفي؟ الأمر ليس منوط برغبات وتمنيات الولايات المتحدة الولايات المتحدة مسلوبة الإرادة هي تفقد إرادتها وهي تدور في فلك الرغبات الإسرائيلية وكل مواقف الولايات المتحدة هي ارتدادات لنزوات ومواقف الإسرائيلي حتى لو أدى هذا إلى أن يحرق أصابعها وأطرافها وأن يحرق مصالح الولايات المتحدة كلها هي مستعدة أن تضحي كل مصالحها لذلك أنا لا أستغرب أنه في اللحظة التي تتخذ فيها إسرائيل قرارا بجر المنطقة إلى المواجهة ألا تعلن الولايات المتحدة الشراكة المطلقة اليوم إسرائيل تراهن ليس فقط على الشراكة السياسية بمعنى التغطية الدبلوماسية والقانونية في المحافل الدولية ولا تراهن فقط على التغطية بإمداد السلاح اليوم إسرائيل تراهن في أنها إذا فتحت جبهة مواجهة مع حزب الله في شمال فلسطين المحتلة فإن الولايات المتحدة ستنخرط بقدها وقديدها في هذه المواجهة وهي تراهن على وجود عسكري أمريكي وهو يشكل بالنسبة لإسرائيل رأس حربة في هذه المواجهة لكن أيضا علينا أن لا ننسى أن إسرائيل تقيم اعتبارا لهذه المغامرة والأثمان الكبيرة التي قد تترتب عليه وأنا في اعتقادي أن الرادع الوحيد الذي منع إسرائيل على امتداد عشرة أشهر أو أحد عشر الماضية من أن تخوض هذه المغامرة أو أن تكسر خطوطها الحمراء هو ذاته الذي يردعها عن الذهاب والتفكير في الذهاب إلى مواجهة مفتوحة الأثمان الكبيرة التي قد يرتبها مواجهة كاله ولم تنفع الولايات المتحدة ووجودها إسرائيل حتى أسطيرها العسكرية حزب الله اليوم قادر على إلحاق أدى شديد جدا بالداخل الإسرائيلي وهو قادر على قلب المشهد رأسا على عاقب ولم يتغير شيء دكتور فعليا نحن أيضا المغامرة تبقى مضبوطة ويعني تخضع الاعتبارات المصلحة والربح والخسارة الإسرائيلية تحديدا هذا ما أريد أن أسألك عنه دكتور لأن ما تعتبره إسرائيل خطرا أو سلاحا كاسرا للتوازن بيد المقاومة بلبنان هو ما زال بيد المقاومة بمعنى المكشف عنه الآن الذي يعلن عنه العماد أربعة منشآت أخرى ما هي ما زالت موجودة وداخلة في الخدمة ويمكن أن تستخدم بمعنى الثمن الكبير الذي ستدفعه إسرائيل ذلك الخطر ما زال موجودا الآن على ماذا يعول الإسرائيلي عندما يعود إلى لغة التهديد والوعيد أولا لغة التهديد والوعيد هذه دأبنا على سماعها على امتداد شهور طويلة وحتى قبل الحرب ربما تذكر معي السردية إعادة لبنان إلى العصور الحجرية هذا كلام ممجوج حتى لم يعد الداخل الإسرائيلي يقيم له وزنا والذهاب إلى ملء الفضاء بالتهديدات الجوفاء هذا نتاج غياب الرؤية الاستراتيجية وغياب المقدرة على تغيير معادلة الردع التي فرضتها المقاومة في شمال فلسطين محتلة لذلك لا بد من استمرار إطلاق التصريحات وأن تظهر أمام مجتمعها بأنها لديها عنصر المبادرة ولديها القوة ولا تخاف ولا تخشى لكن حقيقة الأمر أن هذه إسرائيل التي استمرت على تحمل هذه الأثمان أحد عشر شهرا ليست إسرائيل التي كنا أو اعتدنا أن نراها في ممضة ترد بشكل جنوني على كل إطلاق نار يأتي من حدود فلسطين كلها لذلك ما زال الأمر منضبط وأعتقد بأن إسرائيل تفهم أنه غامرة كهذه وإن كانت تشتهي بالمناسبة إسرائيل تريد أن تكسر معادلة الغلبة التي فرضها حزب الله في شمال فلسطين محتلة وأنا أقول لك أن هذه شهوة مجنولة لدى حزب الله ولدى اليمين الإسرائيلي لكن هناك فرق بين ما تريده وما تستطيعه ما تستطيعه إسرائيل في هذه المرحلة واضح بأنه محكوم بكوابح تتعلق بالداخل الإسرائيلي تتعلق بحالة إسرائيل الداخلية وقد خاضت حربا وبالمناسبة أيضا نتحدث عن جبهة مفتوحة في الشمال وما الذي كان يجري على شمال فلسطين محتلة حتى اللحظة ألم تكن حرب استنزاف وما زالت حرب استنزاف باسية تؤلم إسرائيل إذن كسر هذا الطوق بالنسبة للإسرائيل يعني مزيد من الأثمان يعني أن تصل النار إلى عمق الداخل الفلسطيني المحتل وأن تأخذ في طريقها الكثير وهذا ما يجعل إسرائيل حتى اللحظة تكتفي بهذا التصعيد الكلامي ولا أعتقد بأنها ستذهب إلى كسر هذا السقف إلا إذا بالتأكيد حصلت على ضمان الولايات المتحدة أن تذهب في هذا المسعى وأن تشاركها الولايات المتحدة مشاركة مطلقة عسكرية في هذه الحرب خصوصا دكتور هناك بروفا يعني وسنتحدث أكثر بوقاع الميدان بعد قليل أرجوك ابقى معنا حيث العدوان على غزة وتصعيد الاحتلال لاعتداءاته على لبنان يأتيان بالتوازي مع تكثيف المقاومة الإسلامية لعملياتها ضد مواقع وتجمعات ومستوطنات الاحتلال الإسرائيلي ثكنة شراغ الإسرائيلية الاستراتيجية في مرمى نيراني المسيرات من جديد الثكنة الواقعة شمال عكيا تضم ستة مرافق رئيسة أبرزها مقر القيادة الإدارية وبالإضافة إلى مقر القيادة الدورية للواء غولاني إلى جانب مقر لواء إيغوز 621 بالإضافة إلى مخازن طوارئ غولاني وحقول رماية ومنظومات اتصالات وقيادة إلى جانب إحدى منظومات القبة الحديدية الإسرائيلية أهمية هذه الثكنة الشراغة أنها تقع بين نهارية وعكة كما تتابعون وهذا الخط الذي يمتد إلى حيفا كان يصنف إسرائيليا حتى الأمس القريب بالخط الأحمر نقترب أكثر من الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة هنا ثكنة كريات شمونة لا تفارقها أصوات صفارات الإنذار كانت تضم 23 ألف مستوطن قبل الحرب اليوم تضم نحو ألفي مستوطن فقط إلى الجنوب الشرقي من كريات شمونة تقع مستوطنة نؤوت مردخاي التي تفصلها نحو 6 كم عن الحدود مع لبنان قبل أيام أدخلتها المقاومة في جدول نيرانها ردا على اعتداءات الاحتلال على القرى الجنوبية إذن الحديث هنا عن خسائر فادحة في البنية التحتية الاستيطانية يحصيها الاحتلال في مناطق أخرى في الشمال هكذا تقول وسائل إعلام إسرائيلية وتقول إن مستوطنة المطلة تعرضت منذ بداية الحرب لثلاثمائة صاروخ وقذيفة ثلاثين مسيرة أدت إلى ألحاق أضرار بمائة وسبعين منزلا هناك المستوطنة اليوم باتت مخلات تقريبا نحو ألفين مستوطن كانوا يقطنون فيها غادروا إلى أماكن أخرى أحد عشر في المائة منهم يقطنون اليوم في فنادق نعود لك دكتور يعني من هذه الأرقام أو التطورات الميدانية وهذه الجبهة المشتعلة وتقول المقاومة الإسلامية في لبنان هي جبهة إسناد طيب هل ما يحدث يمكن نعتبره بروفا لأي حرب أو لأي تصعيد إسرائيلي بمعنى كيف يبني الإسرائيلي طالما هناك أسلحة استراتيجية لم تستخدم هو بالتأكيد يأخذ بعين الاعتبار أن ما جرى خلال الأشهر الماضية شكل نموذجا لما يمكن أن تجري عليها الحرب في حال ذهبت إسرائيل إلى مغامرة وشنت حربا مفتوحة على لبنان بالتأكيد إسرائيل لطالما تحدثت عن ما يملكه حزب الله من تقنيات وترسانة أسلحة وصواريخ قادرة على الحق الأذى بإسرائيل وأنا في كل مرة أؤكد على هذه المسألة إسرائيل التي تعيش عقدة الاستعلاء والغرور ودأبت على أن منطقة تفوق العسكري التي لديها الغلبة بالتفوق الذي سمح لها باستمرار وجود في المنطقة كسر هذه المرة هو الذي يدفعها إلى أن تأخذ كل هذه القضايا والمعطيات التي تفضلت بإشارة إليها في الاعتبار حينما تذهب إلى نوع من خطوة إلى الأمام وعشرة إلى الخلف في التعاطي مع جبهة الساحة الشمالية لذلك شمال فلسطين المحتلة لذلك إسرائيل لو كانت تعتقد بإمكانها أن تخوض حربا ضد حزب الله وتكون لها الغلبة فيه دون أن تلحق بها خسائر وأثمان فادحة أعتقد بأن كل هذا الجدل ما كنا لنراه لكانت إسرائيل ذهبت إلى هذا الأمر قبل الآن وربما استمرار حديث إسرائيل عن ضرائع الجبهات المختلفة صحيح أن هذا مؤلم ولم تعتده إسرائيل في طار حروبها المفتوحة مع العرب ومع الفلسطينيين لكن هذا ليس هو الرادع الوحيد ليمنع إسرائيل من التفكير في الذهاب إلى حرب إسرائيل التي نعرفها لا ترتدع إلا بمنطق الأثمان ومنطق القوة لا يردعها إلى منطق القوة لاحظ أخي اليوم كيف تتعامل مع مجرد الحديث الكلامي عن إمكان أن تصدر وامر اعتقال ضد نتنياهو يعني يصدر كلام يعيب المنظومة الدولية ويقرع المنظومة الدولية ويحقرها إسرائيل هذه لا ترتدع إلا بمنطق القوة لذلك التأني الإسرائيلي ليس من باب محاولة الوصول إلى ترتيبات سياسية وليس من باب أن إسرائيل لا تسعى إلى التصعيد إسرائيل لا تعيش إلا على التصعيد ولا يعيش يمينها الحالي إلا على إشعال الحراق الطرف الوحيد أو الجزئية الوحيدة أو المعادل الوحيد في هذا الصراع الذي يمنع إسرائيل من أن تفتح حربا شاملة في الشمال هو معادل القوة والردع ومعادلة الردع التي ثبتها حزب الله معها في الشمال وهي تعلم أنه في اللحظة التي تبادر هي بشن حرب ستلاقي نار أضعاف النار التي لقتها على انتداد الأحد عشر شهرا الماضية وستتكلف أثمان وربما ينقلب الأمر على هذا الليمين يعني المسألة بإمكانك أن تفتح حرب لكن ليس بإمكانك أن تضمن كيف وأين ومتى يمكن أن تنتهي هذا الحرب وهذا ما تحاول الولايات المتحدة عبر وسطائها أن تفهم إسرائيل إياه وأن تمنع إسرائيل من جرها إلى مغامرة غير محسوبة لا تريده طيب دكتور على أساس هذا كلامك إذن زيارة كوريلا وهذه التهديدة الإسرائيلية جع جع من دون طحين ما هو إلا كلام إعلامي وتصعيد حتى وإن حصل سيكون محدود جدا ومحسوب إسرائيليا لا أنا لا أقطع بأن إسرائيل قد لا تذهب إلى هذا المنحة بشكل كامل لكني أعتقد بأن الحضور الأمريكي مرة أخرى الهدف منه محاولة التخويف والتهويب على الطرف اللبناني محاولة إقناعه بأن يتوقف وبأن الولايات المتحدة تريد أن تفصل هذه الساحات بعضها عن بعض ظلت تسعى منذ بداية هذه المواجهة أم تذهب إلى ترتيبات وتسوية منفردة مع حزب الله وهذا الكيان بعيدا عن ما يجري في شمال فلسطين المحتلة ظلت سردية المقاومة تقوم على أن هذه الحرب هي حرب إسناد إن توقفت الحرب على غزة ستتوقف الحرب في شمال فلسطين المحتلة اليوم تعثر هذا المسار ظلت الولايات المتحدة تراهن على أنها قادرة على أن تحدث في شيء تعثر هذا المسار يذهب بالولايات المتحدة لأم تثير مرة أخرى ساحة شمال فلسطين المحتلة ومع ثمار حزب الله في ذات الوتيرة وتوسيعها يدفعها إلى أم تثير جدل سياسي هي تعلم بأنه لا طائلة منه بالنسبة لحزب الله لن يذهب حزب الله إلى أن يلقي سلاحه أو أن يوقف ناره دون أن تنتهي المواجهة في جنوب فلسطين المحتلة مع غزة ولذلك كل الذي نراه من الولايات المتحدة ومجرد إيهام كما هي تهمنا بأن هناك مفاوضات قد تفضي إلى شيء هي أيضا تذهب إلى أيهامنا في الشمال لأنها تقود مصار دبلوماسي قد يفضي إلى شيء سؤال الأخير دكتور فيما يتعلق بالحديث الروسي أيضا هناك مخاوف من حرب على صعيد الإقليم وهي أقرب من أي وقت مضى هكذا هو الحديث الروسي وأيضا هذا يتزامن مع تصعيد إسرائيلي غير مسبوق في سوريا نعم أولا يعني واضح جدا بأن الولايات المتحدة تخشى من هذا التدخل وقد سمعنا أيضا عن مخاوف أمريكية من قضية نقل أسلحة إيرانية إلى روسيا الولايات المتحدة لا تريد تدخل روسي في المنطقة لا تريد فرض وجود قوة غير قوة الولايات المتحدة في المنطقة هي تحضر بسلاحها وبقدها وبقديدها لمحاولة الحفاظ على إسرائيل لكن هي أيضا لا تريد أي قوة دولية أخرى أن تتدخل في مشهد ما يجري وهي تعلم بأن روسيا قد ترى فرصة مناسبة في أن تزج نفسها في هذا الصراع محاولة الرد على تدخل الولايات المتحدة في الحرب الروسية الأوكرانية ولذلك أنا أعتقد بأن مخاوف الولايات المتحدة هي في مكانها تحديدا في قضية الحضور الروسي في المنطقة وهذا لا يخفى روسيا ما زالت ترى في الحضور الأمريكي في العالم وفي المنطقة ما يهدد الاستقرار العالمي يدفع إلى هذه الإضطرابات التي تجري ولذلك الحضور الروسي مع الحضور الصيني مهم جدا لخلق توازنات في الانفلات الأمريكي والإسرائيلي وأعتقد بأن هذا التنسيق الذي يجري بين هذه القوى وبين إيران وروسيا مهم جدا لمنع أيضا تفكير إسرائيل في أن تندفع في هذا المسار إلى حدود الجنون وربما يجعل أيضا الإقاع الإسرائيلي منضبط بشكل أو بآخر بحيث لا يخرج عن صقف المتوقع على الأقل أمريكيا ويخلط الأوراق في مشهد الإقليمي وجر أيضا إلى حرب دولية أيضا لأنه إذا اشتعلت النار في الإقليم لا أحد يمكن أن يقدر تداعياتها على المستوى الدولي وأين يمكن أن تصل شكرا جزيلا لك الدكتور محمد هلس الخبير بالشؤون الإسرائيلية كنت معنا من القدس المحتلة في مشهدنا السياسي حرب المسيرات تستعر بين روسيا وأوكرانيا 144 طائرة مسيرة أوكرانية اعترضتها الدفاعات الجوية الروسية في مناطق عديدة منها 20 مسيرة فوق موسكو الهجوم الأوكراني الجوي الواسع يأتي فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على مدينة وثلاث بلدات في دونيفك مشيرة لأن قواتها تحقق مكاسب جديدة في شرق أوكرانيا في الأثناء استبعد سكرتيرو الأمن الروسي مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو إجراء أي مفاوضات مع كييف قبل طرد القوات المسلحة الأوكرانية من أراضي مقاطعة كورسك الروسية مباشرة إلى مسلم شعيته مدير مكتب الميادين في موسكو مرحبا بك مسلم يعني تقدم عسكري ببعض الجيوب من جانب أوكرانيا بالإضافة إلى هذه الهجمات بالطائرات المسيرة التي نفذتها كييف وطبعا ذلك يأتي باستشارة ودعم وعلم الأطراف الغربية مستوى التصعيد هذا أوكرانيا إلى أين يمكن أن يصل؟ ما هو سقفه؟ مصر خير إليك أولا المتابعي الميادين هذا التصعيد هو عملية تصاعدية أخذت الدوء الأخضر أوكرانيا أو بالأحرى السلطة الحاكمة في أوكرانيا وتحديدا المنظمات المحزورة في روسيا أخذت الدوء الأخضر من أجل مهاجمة الأراضي الروسية إن كان بواسطة الهجوم المباشر في منطقة كورسك أو إن كان عبر المسيرات ولاحقا على ما يبدو عبر الصواريخ التي تدعي أكرانيا أنها طورتها في مصانعها وستستعملها ولن تستعمل الأسلحة الغربية نحن نعرف تماما أن كل ما يمكن استعماله إن لم يكن الأسلحة غربية لكنه برعاية وبتنصيق وبالأحرى باستشارة وتوجيه من القوات الغربية وتحديدا الولايات المتحدة والأنجلوسكسونية إذن كل ما يجري على الجبهة وحتى عبر المسيرات في الداخل الروسي هو مباشرة برعاية وتنظيم وقيادة من الأنجلوسكسونية والولايات المتحدة الأمريكية طيب مسلم من وجهة نظر أوكرانية هذا التصعيد بالتالي يمكن أن يجلب موسكو إلى طاولة الحوار لحل هذه الأزمة وجهة النظر الروسية تقول لا حاجة أو لا تبدو هناك أي حماسة روسية لأي مفاوضات ما لم تخرج القوات الأوكرانية من كورسك الروسية هذه الإشكالية كيف ستحل وما هي حضوظ أي مفاوضات في الوقت الحالي أولا كانت هناك ادعاءات من الإدارة الأوكرانية أن الدخول إلى منطقة كورسك من أجل دفع روسيا للمفاوضات صح لكن هذا ليس صحيحا كانوا يسعون إلى الوصول إلى المحطة النووية في كورسك ومن ثم ابتزاز روسيا من أجل تنازل وليس من أجل المفاوضات لكنهم فشلوا بذلك ولكن لروسيا أيضا شروطا واضحة تماما منذ بدء العملية وما زالت هذه الشروط لم تتغير تحدث عنها الرئيس بوتين تحدث عنها وزير الدفاع تحدث عنها أخيرا بزير الخارجية لا يمكن الحوار مع هذه المجموعة التي تمثل النازية الجديدة وإذا كان لابد من حوار أولا بشروط الروسية وثانيا أن يلطلق من الاتفاق الذي وقع في اسطنبول سنة 2022 والذي هو واضح تماما يتبنى أو بالأحرى يعترف بما تطلبه روسيا من أن لا تكون أوكرانيا في الناتو بأن لا تمتلك أوكرانيا أسلحة دمار شامل بأن تتخلص من المنظمات الإرهابية المحزورة في روسيا البنديرة وغيرها وأيضا أن تعود الحقوق الثقافية والاجتماعية والسياسية للمكون الأساسي في أوكرانيا والذي يمثل أكثر من نصف سكان هذه الدولة وهم من الروس هذه الشروط الروسية التي يمكن على أساسها بناء السقة بداية ومن ثم بدء الحوار وماذا يعني من وجهة نظر روسية ما هو مصير المقاطعات التي صوتت على الانضمام لروسيا واضح تماما هذه أصبحت أراضي روسية لا يمكن النقاش حولها أبدا بالعكس تماما روسية تطالب بإعادة كل ما تبقى والذي ما زال محتلا من القوات الأوكرانية إلى الأراضي الروسية أو إلى روسيا إن كانت في منطقة دانيسك أو لغانسك أو خرسون أو زباروجيا ونحن نعرف أن قصة منها ما زالت تحت سيطرة القوات الأوكرانية أو بالأحرى تحت سيطرة المنظمات الإرهابية التي تسيطر هناك بالإضافة إلى تواجد العناصر من القوات الناتو باسم مستشارين أو باسم خبراء معينة موجودين أيضا في مناطق قريبة من الحدود حتى أنهم يتواجدون في منطقة كورسك هذه المنطقة الروسية التي دخلتها القوات الأوكرانية تقريبا منذ شهر وما زالت موجودة هناك لا يمكن المفاوضات إلا انطلاقا من الانسحاب من كل هذه المناطق وبالتالي العودة إلى الشروط الأساسية التي تطرحها وتطالب بها روسيا طيب مسلم فيما يخص الهجمات التي حصلت مؤخرا في موسكو بهذه المسايرات أو بهذا العدد الكبير من المسايرات هل هنا موسكو تحمل أي مسؤولية لأطراف غربية تحديدا في حلف شمال الأطلسي أم فقط لأوكرانيا نعم سياسيا واضح تماما الموقف الروسي وهو يتهم مباشرة الولايات المتحدة والأنجلوسكسونية بما تقوم به القوات الأوكرانية ونحن نعرف ليس فقط هذا اتهاما إنما هو واقع حيث كان يصرح دائما الرئيس زيلنسكي بأنه يطلب من الغرب السماح له بقصف الأراضي الروسية إذن بالتالي كل ما يقوم به ضد الأراضي الروسية الداخلية إن كان بتوجه الطائرات المسيرة إلى موسكو كما حدث الليلة الماضية وقتلت امرأة عمرها 46 عاما وكما حدث في الهجوم على كورسكو الذي دخله بدبابات مختلفة وتحديدا ألمانية تحت عنوان السأر عما حصل معهم سنة الألف سماعي و43 حيث خسروا معركة الحرب العالمية الثانية إذن نحن نعرف تماما أن كل ما تقوم به القوات الأوكرانية هو بدعم وبتخطيط وبقيادة وبتجسس وإعطاء معلومات من الحلف الناتو وتحديدا من الأنجلوسكسونية التي تتبنى كل هذا التصعيد وتدعو أوكرانيا إلى عدم الردوخ لأي شروط يمكن أن تؤدي إلى حل سلمي مع روسيا شكرا جزيلا لك مسلم شعيتو مدير مكتب الميادين في موسكو مشهد اليوم بينما بدأ العام الدراسي في الضفة الغربية المحتلة تملأ الغصة قلوب طلاب قطاع غزة شهد فتاة فلسطينية تنفذ غبار الحرب عن زيها المدرسي تقلب ألبوم صور المدرسة قبل عام وتطلب عبر مواقع التواصل الاجتماعي الحصول على دروس خصوصية شأنها شأن الآلاف من الأطفال الذين حرمتهم الحرب للعام الثاني من مقاعد الدراسة موسيقى الآن مشاهدين فاصل ونتابع المشهدية في جوف الليل اختار جيش الاحتلال أن يمطر مواصي خان يونس بقنابلة دفنت الخيام بمن فيها من عائلات وأطفال ونساء الحصيلة واحدة من أبشع المجازر الإسرائيلية فيما يد القضاء الدولي مغلولة حتى الآن عاجزة عن وقف حرب الإبادة موسيقى 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 المترجم للقناة 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 يعني بالحرف الواحد واقتحام لهاي في حال أصدرت مذكرة توقيف لنتنياهو وغالنت وهذا شديد الخطورة وتدركه كل المحكمة الجنائية الدولية حتى منعت المحكمة الجنائية الدولية من استخدام الأقمار الصناعية والدخول إلى قطاع غزة من أجل إجراء التحقيق ومنذ ساعة كان هناك اجتماع مع أعضاء اللجنة في المحكمة الجنائية الدولية وكانوا يريدون أن يستخدمون الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي من أجل العمل بالتحقيق بهذه المجزرة تحديدا؟ نعم وكان لنا موقف بالتحديد قلنا أنه لا يمكن استبدال التحقيقات الميدانية بالذكاء الاصطناعي ويجب أن يتكامل مع بعضهم البعض الآن المحكمة الجنائية الدولية تريد أن تحقق عبر الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي بمجزرة مواصي خانيونس؟ نعم لكن الأمريكي يرفض؟ ليس هناك إلى الآن إشارة هي تريد أن تتقدم بمذكرة من خلال اللجنة فلسطيني التي تتابع هذه الأمر في المحكمة الجنائية الدولية ولكن بالحرف الواحد ليس هناك إلى الآن سلطة للمحكمة لاستخدام الأقمار الاصطناعية ولذلك سيلجأون إلى الذكاء الاصطناعي وهذه لا يمكن أن تتذرع فيها المحكمة من أجل التعويض عن التحقيقات الميدانية التي لم تذرها جزء منها حتى تتجنب الضغط الذي يمارس عليها لأن الدائرة التمهيدية إلى الآن لم تصدر مذكرة التوقيف ضد نتنياهو وغالانت بسبب الضغوط من بعض الدول الأوروبية الحليفة لإسرائيل والإدارة الأمريكية صراحة من خلال كونغرس الأمريكي أوامر القاء القبض حتى الآن لم تصدر بضغط من بعض الدول نعم الآن اللجوء إلى الأقمار الاصطناعية أو الذكاء الاصطناعي لماذا لا تتواجد المحكمة على الأرض؟ هل ذلك مستحيل؟ نعم لأن العدو الإسرائيلي يسيطر على كامل غلاف غزة ولذلك رأينا عندما ذهب بالمدع العام وقف على رفح ومنع الدخول إلى قطاع غزة وهنا أيضا تم التجريح بالمدع العام من قبل دول الأطراف عندما زار عائلات الأسرى الإسرائيليين للمقاومة الفلسطينية وزار الكيان الصهيوني ولم يزر قطاع غزة وهو ما اعتبر انحياز كامل لهذا الملف طيب فيما يخص آلية التحقيق طالما نتحدث بهذا الموضوع ألا يمكن التحقيق عن بعد طالما الشواهد واضحة؟ يعني الآن حفرة كبيرة والناس دفنوا وهم أحياء ثم استشهدوا بهذه القنابل ومجزرة مجزرة بما تحمل الكلمة من معنى يعني ماذا تحتاج المحكمة من أدلة ملموسة حتى تحمل إسرائيل المسؤولية وإسرائيل هي الطرف الوحيد الذي يستهدف المدنيين في غزة المحكمة الجنائية الدولية هي تعرف ولكن هناك عرقيل جدا تواجهها هي مكبلة يعني حتى الدول الأطراف التي هي تمول المحكمة قالت بالحرف الواحد أنه يمكن أن تقوض التحقيقات المتعلقة في المحكمة فيما يتعلق بالميزانيات ولذلك مكتب المدعي العام في شخص واحد فقط يتابع مسألة آسيا بما فيها قضية فلسطين ولذلك هناك بعض العرقيل الإدارية التي ليس لمكتب المدعي العام بمجرد مكتب المدعي العام أن يفتح تحقيق لأن الإمكانيات التي يواجهها ضئيلة جدا ولذلك ليس لنا سوى الدول الأطرافية التي تستطيع أن تمنع وتحول دون ذلك طالما الجنائية الدولية تحمل أشخاص المسؤولية طالما الخطر هو يتهدد نتنياهو جالنت بدرجة أساسية كإصدار مذكرة ملحقة بالإضافة إلى شخصيات أخرى لم يعلن عنها ما طبيعة الضغوط التي تتعرف لها المحكمة جزء منه نشرتها بعض الصحف البريطانية وأيضا بعض الصحف يعني الوزير السفير العدو الإسرائيلي في لهاي جرى استدعاء من قبل وزارة الخارجية وتوبيخه على الملاحقات تخيل أنه اليوم كل القضاة والمستشارين وحتى المحامين خرقت هواتفهم هناك تجسس عليهم منهم من هددوا المدعي العام بأولاده وأيضا كانت المدعية العامة السابقة فاتوا بن سوتا التي هددوها مجرد إعلان فتح التحقيق بفرض عقوبات عليها وقاموا بتهديد زوجها ونشر بعض الفيديوهات التي متعلقة بشخصيتها وعلاقتها الزوجية إذن نحن أمام عدو صهيوني كبير والضغوط يعني حتى السفارات في الدول الأوروبية هي تمارس ضغوط حقيقية ولا تلتزم به بروتوكول واتفاقيات في فيينا الدبلوماسية شكرا جزيلا لك الأستاذ فؤاد بكر مستشار قانوني في المحكمة الجنائية الدولية على هذه المشاركة معنا شكرا لكم في مشهدنا التضامني اعتصام مفتوح في ميناء حيدر باشا التركي بهدف السماح لسفينة وجدان وضمير بالإبحار إلى غزة وكسر الحصار الإسرائيلي عنها نحن الآن في اليوم الخامس من اعتصام الحرية في ميناء حيدر باشا باسطنبول منذ خمسة أيام ونحن ننتظر الحصول على إذن لإبحار سفينتنا وجدان الضمير التي تنتظر وسط الميناء على بعد مائة متر من هنا ونحن في هذا الاعتصام للوقوف إلى جانب إخوتنا في فلسطين وغزة ولكي لا نبقى صامتين إذا الظلم صحيح إننا لن نتعرض للقصف بالقنابل ولم يقتل أحد من أسارنا ولكننا نحاول أن نشعر بما يعيشه أهل غزة هنا وندعو كل أصحاب الضمير الحي إلى الاعتصام هنا هذه السفينة كأخواتها من سفن تحالف أسطول الحرية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إليها والآن الناس في غزة بانتظار هذه السفينة مع المشاركين فيها من 42 دولة أتيت إلى هنا ابتغاء مرضات الله ولأقول إن أخواننا المسلمين في غزة ليسوا وحدهم بل لديهم إخوة في تركيا وكل يوم نحن نعبر هنا عن وقوفنا إلى جانبهم فهذه الحرب ليست حرب المسلمين وحدهم بل هذه ليست حربا إنها تطهير عرقي ففي غزة يقتل إخواننا وأطفالنا وأباؤنا ونحن ندعو لهم هنا ولن نستطيع الذهب إليهم فالمواصلات إلى هناك غير متاحة ولكننا متضامنون معهم ونأتي إلى هنا كل يوم للتعبير عن ذلك ونحن نستطيع الذهاب في تركيا أكرم قبلاي قرادنير مرحبا بك معنا سيد أكرم ويبدو سيد أكرم هو معنا بالأساس من السفينة أو من مكان الاعتصام في إسطنبول نسألك سيدي حول هذه السفينة حول الحمولة ماذا تحمله وأيضا أي بصمة تضامنية يحدثها هذا الموضوع مع غزة أولا أود أن أقول أنني أريد أن أشكركم من أجل دعوتي على هذا البث المباشر نحن الآن موجودون في ميناء حيدر باشا في إسطنبول وهناك أسطول الحرية أو الوجدان على بعد 15 متر عنا الآن وهذه هي عبارة عن السفينة لم تحصل حتى الآن على وثيقة الخروج وتحتوي على عنابر هذه العنابر تحتوي على مساعدات إلى غزة وتم تنظيمها مع أساطيل بحرية أخرى في أوروبا وسوف تنضم إليها في حال بحارها ونحن قمنا بتجهيزها من أجل جذب الأنظار على هذه القضية أن سعة السفينة هي 200 كيلومتر ولكن مربع نحن نحاول جذب الرأي العام وضغط الرأي العام على المرجع الرسمية من أجل إبحار هذه السفينة السفينة وهذا هو أول هدف لهذه السفينة أكثر طيب واضح أنتم بداية يا سيدي كيف تقرؤون هذا التأخر في إعطاء الضوء الأخضر بالإبحار من الجهات الرسمية التركية هل تواصلتم معها هل هناك أي مبررات ولنفرض أتى القرار أو الضوء الأخضر بالإبحار ماذا عن إسرائيل يعني كيانة الاحتلال هل سيسمح بدخول هذه السفينة خصوصا وهناك تجربة سابقة مريرة أريد أن أعبر عن التالي إن النشاط وهو مسمى أسطول الحرية الذي نقوم بها هو جزء من تحالف أسطول الحرية وهذا التحالف من قبل أصدر أساطيل أحدها مرمراي كما تعلمون وذهبت إلى غزة وتم الهجوم على هذه الأساطيل بالطبع هناك سياسات تدخل على إطار هذا الموضوع وخطوات سياسية ولكن نحن كمجتمع مدني نحاول أن نضغط على الدولة في مكان ما وأن نتخطأ الأمور التي لا تستطيع الدولة القيام بها بسبب أمور سياسية وأن نزيد الوعي في الوعي العام وهذا هو هدفنا في هذه النقطة في سنة 2010 كان هناك هجوم على سفينة مابي مرمرة ونحاول أن لا يحدث الشيء نفسه وأن لا يكون هناك أضرار في الأشخاص في هذه السفينة في حال إبحارها يجب إعطاء وثيقة خروج ورخصة للخروج والانطلاق والإبحار في البحر لهذه السفينة ونحن تقدمنا بطلبنا إلى وزارة النقل وننتظر الرد وكما قلت نحن كمجتمع مدني نحاول أن نخلق ضغوطات من أجل وقف النار في غزة وهناك أشخاص هنا لقد تنذلوا عن أمانهم وأرواحهم من أجل هذا الاعتصام هذا صحيح وما تقوبون به عمل إنساني كبير لكن هنا وهنا السؤال محدد في حال جاءت الموافقة من قبل الجهات المعنية التركية هل ستبحرون باتجاه غزة مع عدم وجود موافقة إسرائيلية نعم سوف نبحر ونحن مصررين في رأينا على هذا الأمر إن هذا التحرك ليس فقط في تركيا ولكن هو أيضا مدعوم من قبل تحالفات في أوروبا ونحن جزء من هذا التحالف وهناك عبارة عن سلسلة في هذا الأمر ونحن مصررين على الأمر وأخبرنا وزارة النقل بأن في حال الحصول على إذن الخروج منها من وزارة النقل سوف نبحر ثم سوف نبحر إلى البحر الأبيض المتوسط ونخلق رأي عام وضغطات على إسرائيل من جهة إنسانية ونجدد هذا الطلب المحق وليس لدينا أي خوف في هذا الصدد طيب سؤال الأخير يعني وجودكم الآن في الميناء يشكل من دون شك فعل احتجاجي كبير ومتضامن مع غزة وهو عمل إنساني كيف وجدت تفاعل الرأي العام مع ما تقومون به من عمل إنساني كبير بصراحة هناك الكثير من التفاعل من العالم العربي مثل قناتكم من الكثير من القنوات الإخبارية ونرى أنه الكثير من التفاعل في العالم العربي أما بالنسبة إلى تركيا فهناك الكثير من المواقع الإخبارية وهناك الكثير من الأخبار على الإنترنت ولكن ليس هناك تغطية كافية على صدد القنوات الإخبارية التلفازية وأنا بكوني تقني في الميديا وفي الإعلام نحاول أن نخلق هذا الضغط ونحاول أن نزيد الاهتمام حول هذا الموضوع شكرا جزيلا لك أكرم قبلاي قرادنير المنسق الإعلامي في سفينة وجدان التركية كنت معنا من هناك من حيث السفينة شكرا لك سيد مشاهدينا بهذا تكون قد اكتملت المشهدية لهذه الليلة في أمان الله اشتركوا في القناة